السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ مع بعض دلوقتي ان شاء الله في شابتر الامريكا التكامل العديد اول حاجة عندي هنا بيسملي الشابتر مجموعة من الأجزاء مقدمة والصورة العامة وعندي كمان التربيزيود والتلت والتلات أتمان وفي الاخر بعض الأمثلة على الشابتر اول حاجة هو هنا في المقدمة بيقول ان ده الشكل العام للتكامل احنا هنحول الى قانون مجموعة طبعا كلام النظري ما عندناش في اي مشكلة هو هنا بيعاول يثبت قانون التكامل باستخدام صيغة لجرانج اللي احنا درسناها قبل طبعا انا ما عنديش اثبات مش مطالب منك اثباتات ولذلك يعني لان ما فيش اسئلة حل نظري وبالتالي احنا مش مطالبين بالاسبات اطلاقا هنا القاعدة الاسئلة اللي اتكلم عنها في الأول وده مفروض قانون التكامل اللي بيجيب هنا الارور نثبت الخطأ في هذا التكامل طبعا صيغة ممكن نعرف شكلها او تبقى قدامنا في الأوراق بحيث ان ممكن يجيب لي هذا الشكل على هيئة اختيارات مفيش ادنا مشكلة اللي يبقى احنا حافظين القانون ولكن ليس مطالبين بالاسبات نبدأ باهم حاجة عندي اللي هي الصيغة الاولى او الطريقة الاولى اللي هي التلبيزيون قاعدة شبه الملحنة بدأ كالعادة وطبعا الشرح هنا فيها شوية تطويل هو عايز يثبت كيف جاب البي واحد البي واحد كيف جابه من لاجرانج زي ما قلت انا مش مهتم بالاسبات انا اهم من عندي القانون طبعا هو شبه الملحنة فكرته ان انا بجيب التكامل لهذا الملحنة ولذلك هنا يبقى نسبة المساحة فيه جزء مفقود اللي هذا الجزء المفقود يعتبر هو نسبة الخطأ اللي يهميني القانون في النهاية هو ده القانون اللي هو X1-XN2 على 2 في F-XN F-X1 اللي يعتبر بمثلي B1 طبعا ال X1-XN اللي هي تعتبر قيمة ال H اللي هي مقدار الطول ولذلك هنا في العموم لو رجعنا تاني للقانون ده يهمني H على 2 F0 و F1 ده لو عايز ال B1 وهنشوف التمرين اوضح واكدر وهنا عايز يجيب قانون نسبة الخطأ اللي هو H تكعيب على 12F ده يهمني الناتج النهائي اللي هي error في حالة التريبيزيود ده قانون error في حالة التريبيزيود لو طلب من error اللي هو H-X3 على 12 في المشتقة التانية عند النقطة المعتنية هنا بدأ يكتب لي القانون كامل هذا التكامل H على 2 FxNode F1 ده يعتبر هو قيمة التكامل ودي قيمة الخطأ اللي أنا هترحى منه ويعتبر ده القانون الأول فيه في حالة ما تكون ال N هنا بإيه ال N بواحد المثال أول مسال سهل جدا هو عايز يحسب التكامل ده باستخدام التريبيزيود طبعا هنا ما أعطنيش N يعني زي ما شرحنا في المثال السابق ما قال ليش هنا ال N بجام فبعتبر هنا ال N بواحد القيمة الأولى صفر يقول A وال B هنا باثنين يبقى X يموت بصفر و X1 بجام باثنين لما أعود في القانون يقول H على 2 F0 زائد F2 H اللي هي تعتبر الفترة كاملة اللي هي صفر من صفر ليه 2 ب2 F0 هنعود هنا بصفر يديني صفر و F2 نعود ب2 يبقى أربعة أربعة نجمع عليها صفر يبقى أربعة أربعة وهنا 2 على 2 في الواحد واحد في أربعة يديني الإجابة كام أربعة حسنا 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 الخطأ المطلق مفروض أحسب تكامل 0 2 X تقعيب X تقعيب 8 3 موضوع بسيط و سهل إذا لو طلب مني ما أعطنيش ال H هنا القيمة الأعلى وصل الأسفل على ال N ال N هنا بواحد لأنني لم أعطنيش هنا قيمة القيمة هنا أعطني أكثر من المثال على التليميزيوت موضوع بسيط جدا أنا هنا لم أعطنيش ال N فأعتبر ال N بواحد أصبح ال H من سوق 2 على 0 يديني ب2 H و أعوض مرة ب2 و مرة بصفر لو عوضنا ب2 هيبقى 25 في 2 ب 50 زائد 2 من 10 لو عوضنا بصفر يديني 2 من 10 يبقى أجمع 50 و 2 من 10 زائد الصفر و الناتج أضربه في 2 على 2 اللي هي H على 2 هيتطلع لي الناتج مباشرة طبعا يبقى أنا أعوض مرة ب2 عشان تبقى أضحي هنا في القيمة دي و مرة بصفر يطلع لي قمطين أجمعهم على بعض أروح أضرب الناتج في من بقى في H على 2 طب كامل H اللي هي 2 و صفر يعني ب2 2 على 2 فال 1 يعني كأنها أعوض مرة ب2 و مرة بصفر و أجمعهم في كل هذه المسائل الثلاثة لأن هنا حوضت في المسائل الثلاثة يعني ذلك يعني حوضت عن H بصفر يطلع لي الـ 12 أجمع الكنطيناء على بعض يطلع لي الناتج اللي هو 94.4 زي ما نرى المسال بسيط لأن هنا يجب لي الـ N ب1 علشان كده محتاج جدول و طول في الشغلة ده كل اللي ذكروا عن التليبيزيو لالحقيقة طبعا أنا نرى أن العرض شوية ناقص وفي معلومات ستلاقفش في الفيديو الأول هنا سيمبس انتولت طبعا كالعادة رجع لإثباتها عن طريق لجرانج أنا مش محتاج الإثبات في حاجة أما حاجة عندي القانون ده هنا يعتبر هنا دخل على طول على لو احنا مركز مع بعض على البيتو لأن البيوان هنا مش هتنفع في حالة التريب زيود لأن احنا قلنا لو انتم مركزين في الفيديو السابق الناس اللي فهمت الفيديو السابق أن في حالة سيمبس انتولت لازم لإنه زوجيا يعني لأنه واحد ما نفعه ودي من ضمن الحاجات اللي هو ما ذكرهاش في الشرايح ولكن كم علومة لازم نبقى عارفينها ولذلك بدأ على طول بالبيتو ايه هلوها قانون البيتو اللي هو ده اتش على ثلاثة لأن ده سيمبس انتولت اللي حد الأول والأخير زي ما هو والحدود اللي في النص نضربها في كام في أربعة اللي هي الحد الأول ده يعتبر البي اي البيتو وده خطأ الانقطاع بالنسبة لي الارفولمول اللي هو اتش قس خمسة على تسعين في المشتقة الرابعة هنا ده القانون اتش على ثلاثة اف اكس نود زي ما هو والأف اكس تو اللي في النص هنضربه في كام في أربعة الحدود الفردية اللي هي اللي في الوسط هنضربها في كام في أربعة اللي في الوسط هنا أربعة بواحد طبعا ده اسمه خطأ الانقطاع هنا أهمله وما حسابهاش نتعال نشوف المسال نفس المسال بس هنستخدم هنا السيمبسون أول حاجة هنجيب الاتش هنا اعتبر الان بقى باثنين لي او اسس باثنين ما اعتبرهاش بواحد زي المسال عادة لان احنا في السيمبسون لازم يكون الان زوجية ممكن اتنين او اربعة واعتبره هنا باثنين وطبعا الاتكس ينوت بسفر والاتس one بواحد والاتكس two باثنين لي بقي اعمل انها صفر واحد اتنين لان هنا اصبح الاتش بواحد يبقي ان يجب ان على منزلos weight another one ديني واحد واز cotton over one وواز 데دني خام اتنين اصبح عندي ثلاث قيم ممكن اعمل الجادول صغير عاوض مرة بصفر مرة ومرة واحد ومرة اتنين الديني ثلاث قيم زي ما محرفتنا قبل كده. وابدأ عود في القانون H على 3F 0F2 اما الاف واحد اللي هو في النص الضرف في اربعة بيئة تمانية القرار مفروض احسب القيمة بالا بالزبط يطلع لي الناتج بتاعي هنا المسال اللي بعده عاب يتكلم بقى على الثلاث أتمان اعتبر هنا قانون الثلاث أتمان الثلاث أتمان زي ما أنا قلت في البداية برضو يا شباب ان لازم يكون مضاعفات الثلاثة ولذلك ياخد صفر واحد واثنين وثلاثة ما يمكن ياخد واحد واثنين بس ثلاث أتمان فاعتبر هنا القانون الثلاثة على ثمانية اتش الحد الأول والأخير زي ما هو والأحداث اللي في النص نضربها في كيام فيه تلاتات هنا طبعاً هيعتبر الاجاب الاتش الاثنين نقص صفر على الن بثلاثة شو معنى اخدنا ثلاثة لان من ضعفات الثلاثة ممكن اخد ثلاثة او ستة بس وقت في الاختبار لازم يحددلك طبعاً اذا ما حدد باعتبر ثلاثة اجلش ايه صار ثلاثة على الثلاثة ولذلك الـس نود بصفر اللي بعدها ازول على ثلاثة عالثلاثة عالثلاثة العدلة أجمع كل هذا بعد يجب ان اضافه في 3H على 8 الى الاتوب هنا على 3 اديني الناتج 8 على 3 طبعا الخطأ المطلق هنا بيبقى 0 ليه استاذ 0 لان هنا ال 8 على 3 دي لو انت حسبت بالحاسب تكامل منصف 2x تربيع يطلع للناتج 8 على 3 وبالتالي مفيش خطأ مطلق معايا هنا جايب لي مثال تاني على التربيزيود رجع تاني امثلة بقى على التربيزيود باستخدام التربيزيود والسيمبسون رول وعطني ال fx وص 4x1xz1 هنا عندي اربع مسائل يعني اقدر احلها بكل طريقة زي ما احنا عرفنا قبل كده هنا اعطاني يبقى الفترة ال a و b يبقى صفر هنا للاسف طبعا هنا مفروض يحدد لك ال n طبعا اذا ما حددتش ال n بنعتبر على طول ال n في حالة الوزود بواحد في حالة السيمبسون تلت تبقى اعتبرها باثنين وفي الثلاثة اتمان لازم نعتبرها بثلاثة هو هنا بدأ يعمل جدول لازاي اجيب القيم ولذلك انا هنا اعلمك في فكرة ازاي تجيب قيم ليه جدول سريعا وليكن مثلا على سبيل المثال دالة ال a تعني شوف كده مع بعض باستخدام الحزبة لو انا عايز عندي الحزبة بتاعتي اهي الحزبة بتاعتي اهي انا عايز اجيب جدول لتكامل مثلا دالة ال a من فيين لفين يا أستاذ من صفر لفاصل واحد اتنين مثلا يبقى انا هكتب بضغط مود سبعة وطبعا زهر اللي هنا تيبل كلمة تيبل سبعة اختر سبعة هيقول لك ال fx ايه الدالة تقدر تكتب الدالة اي دالة زي ما انت عايزها لو مثلا اخدنا على سبيل المثال ال a x او اي اكس او اي اكس يبقى اقول اي او السكس اضغط الالفة مع اللين تظهر لي ال a واضغط الالفة هذه مع ال x يديني هنا اكس انا كتبت وي لا احنا مفروض هنكتب هنا معلش ايه الالفة وال x بعدين اقول يساوي يبقى انا كده كتبت الدالة بقولي start البداية البداية هتبدأ ايه اقول له صفر اضغط صفر وبعدين يساوي النهاية كام لو احنا افتكرنا مثلا على مثال اثنين النهاية اثنين اوكي يبقى كتب اثنين بعدين استبس اصابة خطوات كامل عندك هنا اوه هنقول مثلا اثنين على ال اثنين على ال اثنين على ال اثنين على الاربع يدينا نص يبقى هنا ال h بنص اولو نص ليه قيمة ال h يساوي اوه نلاحظ الجدول تطلع معانا زي ما احنا شايفين واحد بعدين عند النص تطلع معايا آآ واحد فاصلة ستة عند النص الواحد عند الاتنين عند الين اخر قيمة. تاني لو انا مسلا هاخد الاكس قصة ربعة. اعمل ايه? اكتب هنا اكس قصة ربعة. وبعدين اقول يساوي. دي ده اللي جديدة. نقطة استارة البداية كام? صفر. يساوي. انها كام? اتنين. يساوي. طب الخطوات بتاعتي كام? هعتبر مسلا النص زي ما قلنا قبل كده. زي ما انا عايز اكتبها. لو انا هاقبر شوية اقول مسلا انها اربعة من عشر. الاتش. زي ما تطلع معك الاتش. او اتنين عالثلاتة اتنين عالثلاتة اللي هي ستة من عشر. نرجع تاني. ستارت صفر. الاند اتنين. وهنقول الخطوات بتاعتي. وليكن مسلا اتنين عالثلاتة. اتنين على الثلاتة. هنقول اتنين على ثلاثة كده. ما فيش مشكلة. اللي هي تعتبر ستة مع عشر. يطلع لك الجدوى العطول بهذا الشكل. وبزيك لو جدوى كبير انت هتحصل على الجدوى بالسؤول. يا رب تكون همتوا الدرس معانا. في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.